التقى محافظ حضر موت الوارد ركن فرج بن سالمين البحسني بمكتبه بالمكلة برئيس الاتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضر موت فإذا فرج بامطرف وقيادة الاتلاف وخلال اللقاء أكد البحسني أن قيادة السلطة المحلية تولي قطاع المرأة اهتماما ودعما كبيرا لتنفيذ أنشطتها وبرامجها في المحافظة ودعم تبوئها مواقع قيادية وتكريمها في عيد العمال ويوم المعلم وإشراكها في الانخراط بالعمل في جميع مرافق الدولة حثا من قيادة الاتلاف إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها وإبراز النساء القياديات في حضر موت وتحفيزهن لمؤصلة العطاء والنجاحات واستمع محافظ حضر موت من رئيس الاتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضر موت فإذا بامطرف وعضاء الاتلاف استمع إلى أهداف تكوينه لتوعية الأسرة والمجتمع بالغضايا التنموية المرتبطة بالسلام والتعايش وتمكين المرأة في مسارات وصنعة السلام إلى جانب مناصرة قضايا المرأة والسلام في المجتمع وبناء قدراتها والمساهمة في تحقيق السلام في المجتمع وتنفيذ البرامج المرتبطة بالسلام وكذا دعم تمكين المرأة من فرص العمل والمساهمة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والمنظمات في تنفيذ البرامج المرتبطة بالسلام والتعايش والتنمية شكرا